تختتم اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن قمة زعماء القارة الإفريقية في محاولة لتضييق فجوة الثقة التي وسعها إحباط القارة السمراء من سياسات الإدارات الأمريكية على مدار عقود القمة التي دعا إليها رئيس الأمريكي جو بايدن 49 من القادة الأفريقى تركزت المحادثات فيها على فيروس كورونا وتغير المناخ وتأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في إفريقيا بالإضافة إلى ملفات الاستثمار والصحة والأمن وتبادل الخبرات العلمية هي فرصة عظيمة بقدوم 49 من القادة الأفريقى ليناقشوا ما يجب فعله الآن لأفريقيا وأعتقد أنها فرصة عظيمة أيضا للدول الأفريقية للبدء في العمل على العلاقات الأمريكية الأفريقية وفيما تعتبر إدارة بايدن القمة فرصة ذهبية للدفع باتجاه تمثيل الاتحاد الأفريقي بمقاعد دائمة في المنظمات والمحافل الدولية وبينها مجلس الأمن كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفن عن قرار بايدن بتعيين الدبلوماسي جوني كارسون مبعوثا أمريكيا خاصا للقارة السمراء لتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال القمة أعتقد أن الوقت قد حان لكي تقف الولايات المتحدة إلى جانب إفريقيا هناك فرص كثيرة وهناك اتفاقات لمساعدة الاستقرار في القارة إفريقيا هي أرض الفرص وهناك فرص كثيرة بالفعل وتقول واشنطن إنها ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا حتى العام 2025 في إطار استراتيجيتها للدعم الاقتصادي والصحي والأمني في القارة السمراء بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد الإفريقي 2063 رغم محاولات إدارة بايدن التقليل من المخاوف بشأن نفوذ كل من روسيا والصين في إفريقيا إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية هنا تقول إن هناك تحديات صعبة أمام إدارة بايدن لكسب ثقة القارة السمراء واللحاق بكل من بكين وموسكو في إفريقيا التي باتت ساحة صراع دولي على المصالح التجارية والسياسية من أمام مقارن عقاد القمة في واشنطن لقنوات أبوظبي سيد يوسف واشنطن